وكأن المسؤولين في ثرابلس لم يتوقعوا من الشعب هذه الثورة ضد لقاء المنقوش بوزير الخارجي الإسرائيلي يعني ربما ظنوا أن الليبيين في ما يمرون به من أزمات نسل قضايا أخرى وعلى رأسها قضية فلسطين لأن الشارع فاجأهم فاجأهم وفاجأ العالم يعني بأنها ثار ثورة يعني قوية لأن العملية كانت غير متوقعة وجاءت من أعلى من أعلى سلطة يعني أن الخارجية عقدت محادثات مع الوزير الخارجي الإسرائيلي في إيطاليا بتوسط من الطليان وأنهم على استعداد للبحث والنظر في عملية التطبيع طبعا هذه الكلمات كلها يعني كلمات مهينة للليبيين والليبيون في ظني لم يصدقوا أن ذبيبا معوش خبر نعم يعني من لم ينطلي هذا على عندما سرب الخبر وطبعا هنا من سربه ولماذا وكذا يدي أسئلة كلها طرحت يعني الحكومة في ليبيا أظهرت أنها فوجت بالموضوع بريئة طبعا هذا كلام لا يقبله أي إنسان يعني لا يمكن أن يكون مثلا رئيس الوزراء غير عارف بالتفاصيل وأن القرار قد يكون التوجيه منه هو وليس من السيدة نجلة المنقوش لأنها لأن الموضوع كبير جدا أكبر منها يعني ما تكون يعني تعرف دائما أخي عشور الحاجة التي أنا استغربي لها في الشأن الليبي أن الشعب الليبي ثار من أجل أن يختار حكامه بنفسه من أجل الديمقراطية من أجل الحرية ثم ينتهي الأمر بأشخاص معينين ولم يعينهم أحد من داخل ليبي يعني هذول جاءوا ونزلوا بالمضلة على الشعب الليبي هذه المشكلة المشكلة أنه اتضح أن الشعب الليبي بما نسميه احنا الشعب الليبي غير متجالس غير متوافق على كل شيء يعني فيه فيه تغارات كثيرة جدا بالنسبة للقضايا العربية والإسلامية عموما وما استطاعش يقاوم المؤثرات الأخرى اللي بيأتي بها السياسيون ويقدموها لشاع يعني لم يستطع أن يقاوم مثلا سلطان المادة سلطان النفوذ سلطان المناصب يعني الشعب مسكين يعني ظهر على حقيقتها أنه صحيح عنده عاطفة قوية ولكنه سياسيا فارغ وهذا طبعا من جراء من جراء العهد القذافي أنه يعني سحب كل كل صفات الوطنية وصفات الوطنية في الشعب فهذه القضية فيأتي واحد مثل دبيبة دبيبة إنسان ميكيفير لدرجة أولى يعني لا يعطي حساب لأعداء ما عنده لا عنده لا أعداء ولا أصدقاء أعداء وأصدقائه تحددهم من مصلحة وليس مصلحة الوطن مصلحة وهو الآن يعني بيوظف كل شي حتى هذه القضية قضية التحدث مع إسرائيل وخطاب مع إسرائيل يجيرها للناس بسرعة يعني هؤلاء الأشخاص أستاذ عاشور من أين جاءوا يعني أين كانوا لا هم ليبيين طبعا معروفة لا لا أنا عارف ليبيين لقصدي يعني إيش المؤهلات العملية أو المهنية التي عندهم لأجل إدارة الدولة ولم ينتخبهم أحد خد مثلا نجلة المنقوش هذه لما ظهرت في 2011 ظهرت على أساس أنها امرأة متعلمة ومتحجبة لعلكم شفتوا صورها في الفيديوهات في الأونلاين أنها هي يعني ملتزمة إسلاميا تماما يعني كانت محجبة بطريقة طبعا كانت محجبة بطريقة يعني زي ما نقول سلفية مش بس عادية جدا فبعدين بعد حوالي سنتين ثلاث سنوات رحت أمريكا درست حصت دكتوراه ورجعت رجعت بدون حجاب رجعت والحجاب انتهى يعني دوره فهذه الشخصية مش بعروفة لما عروفة لدى اللبين ولا معروفة لدى الخارج ولكنها ظهرت لأنها عندها شوية يعني شوية محسنات على شخصيتها تخليها على الحجاب وتلبسها بالتعليم وبالوعي وبالكذا خلها تظهر والله ممكن تكون وزيرة وفعلا كانت ظلت إلى أن أصبحت وزيرة وزيرة خارجية مش بس وزيرة عادية يعني واحد من المناصب الأساسية هي هاي التشكيلة الوزارية منين أجب؟ مين سواها؟ هذه اللي تسويت في جنيف الأمم المتحدة يعني الأمم المتحدة هم اللي اختاروا دبيبة وحكومته وهي كانت في المجموعة اللي ظهرت يعني من المأساة اللي أنا نشوفها صراحة في قضية الليبية وأنا عيش شعب الليبي لمدة أربع سنوات كاملة يعني ما بين الـ 91 والـ 95 طبعا القذافي عمل عملية مش تصحر عمل عملية تخريب شامل إلى درجة أنه لم يكن يذكر معه أحد إلا الأربعة اللي يسميمهم قيادة الثورة حتى هذه الأربعة مع الوقت تمت تهميشهم نهائيا لكن كانوا يذكرونها بالاسم أما الباقي حتى في كرة القدم رقم سبعة يقدم الكرة على رقم تسعة رقم تسعة يقدم الكرة رقم 11 رقم 12 يقدم الكرة لا يذكر أحد نكرات كله نكرات كله نكرة شعب الليبي كله نكرة لا أحد وحتى الوزراء اللي بعدين سمهمه هو اللجان الشعبية اللجنة الشعبية للخارجيين شؤون الخارجية لجنة الشعبية شؤون داخلية إلى ذاكرته جيدة يذكرونها بالوظيفة لا يذكرونها بأسمائهم فكان هناك ومع الأيام مع لو كربي ومع الحصار بعد اتهامه بقضية لو كربي بدأ الحصار في أفريل 92 أصبح هناك خطاب انتصاري مجنون إلى درجة أنه كان أضاف العظمى إلى الجماهير العربية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى ولماذا يا سيد قد ذه في أضافة العظمى قال لي أنه هزم أمريكا أيها لما دخلت أول يوم للمطار كان في 4 أو 5 نوفمبر 5 نوفمبر أعتقد واللي استقبلني هو كان موظف لدينا موظف لدى الخطوط الجوية الجزائرية هي تتبع طبعا السفارة يعني تتبع السفارة من حيث أنها تتبع الدولة الجزائرية فلما استقبلني يقول لي أنت في مطار طرابلوس العالمي وأنا نظرت إلى مطار طرابلوس العالمي ففوجئت بحجم أنه متواضع جدا يعني طبعا قلت له أنت متأكد عالمي جدا يعني كلمة العالمي متأكد قال لي طبعا قال لي هلا ترى قلت له أرى الشعارات فكانت الشعارات الشعارات في الطريق هي شعارات الكتاب الأخضر من بينها الدجاجة تبيض والديكولايا بيض مثلا شعارات المرأة تحيض والرجل لاحيض شعارات استهبال استغفال ثم ونحن ننظف الطريق لاحظت أن إشارات المرور كلها ممحية يعني مثلا 30 كم على طرابلس ممحية 30 كم ممحية طرابلس قلت له ما هذا قال لي حتى لا أعرف الأمريكان إذا ما غزونا الطريق قال لي لا أعرف الطريق رح يضيعوا يقضي يمين يعني وضع نعود فهذا هو وضعيك الاستيبال لقامت على الثورة إلى الواقع المرير لما يتعلق بالتطبيئة فيه عدة ملاحظات الملاحظة الأولى هو أشرت لها دكتور عرضا وهي من كشف هذا اللقاء الذي كشفه طبعا للإعلام هو وزير الخارجية أو وزارة الخارجية دولة الاقتنال وهذا سبب هجوم إعلامي داخلي عليه لأنه قيل له بأنك عطلت هذا المسار وأيضا أحرجت الوزيرة وتعرضت واضطرت للهرب أو ما شابه الهدف طبعا هو أنه بديك سب أوراق داخلية ويكسب لأنه أحد أهم أسس البروباغندا لحكومة نيتنياهو هي أنها استطاعت أن تفتح البوابة مع الدول العربية والإسلامية دون أن تقدم هذه ضرورية للإضافة لأنه جزء من الأساس هي دون أن تقدم شيئا للفلسطينيين فبالتالي هذا يعتبر أنصر مهم الأمر الآخر هو أن الاحتلال لا يأبه بمن يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أصدقائه وإنما يحرجهم هو يفكر في لهاية الأمر في مصالحه يفوز داخلية في إسرائيل وما يهمش نعم وعلاوة على ذلك في إلى حد ما إعلام لديه نوع من الحرية فيما يتعلق فيما لا يتعلق بالأمور الأمنية وأمور الجيش يعني لديهم بعض الحرية الأمر الآخر في هذا الموضوع هو أن الإعلام الاحتلال بعد الهجمة التي تعرضت لها حكومة بيبة هناك ملاحظة بأن الإعلام بدأ يكشف علاقات إسرائيلية مع جميع الأطراف بالضبط في ليبيا نعم بمعنى قالوا بأنهم التقوا بوزير ولم يذكروا اسمه وقالوا بأنهم التقوا بابن خليفة حفتر وأنهم التقوا بشخصيات أخرى حتى دبيبة كأني قرأت تقرير أنه كان له لقاءات مع إسرائيليين يقال يقال ذلك على أساس في جينيف أنه صار لقاء في عرب بس شاهدت في المنضوع أنهم بدأوا يكشف هناك بعض التحليلات تقول بأنهم بدأوا يكشف عشان يخففوا الضغط عن حكومة دبيبة مش لأنه حليفهم أو صديقهم ولكن لأنهم يريدون أن يقولوا بأن كلنا في الهم شرقه فالجميع لديه لقاءات لتخف الوضع في ليبيا ليش اختاروا ليبيا الآن يعلنوا عنها ليبيا حلقة ضعيفة جدا في حلقات التطبيع هذه و ما عندهاش يعني هذهك القوة السياسية التي تقدر تقاوم بهذا الشيء فيقول لك نحن نعلم عن ليبيا وإذا راح تليبيا في الموضوع تروح للموضوع المهم تكسب إسرائيل فليحصل أن بيبيا انتبه الموضوع هذا يعني عزل عزل نجنال منقوش وفي نفس الوقت هي امتلعت عن الرجوع وعزلها بسبب رد الفعل الشعبي رد الفعل الشعبي كان قويا وغير ما رد الفعل الشعبي انتهى إلى حرق بيته فيما بعد يعني ولأن الناس لم يصدقوا الرواية التي قدمها وعلى أساس أنه ذهب للسفر الفلسطينية وأنه لم يكن يعلم طبعا هنا يقال له ما قال الشعر من قبل إن كنت تعلم في المصيبة وإن كنت لا تعلم في المصيبة أعظم لكن الغريب دور الطليان يعني معقول الطليان لوحدهم والذي أحد وراهم أمريكا أمريكا الولايات المتحدة هو الأصل في الموضوع كل شيء هو الأصل في الموضوع أمريكا ليش لأنها تحب دعم الحكومة السرائيلية يعني تكسبها نجاح نجاح معين تكسبهم نجاح معين وفي نفس الوقت اتطمن الليبيين أنه إحنا وراكم يعني دم أنا أعتقد هناك يعني طبعا لا شك أنه قضية أن ليبيا الحلقة الأضعف نتيجة الحالة التي هي موجودة فيها الآن لكن أيضا هناك شيء آخر وهو أنه الآن يعني كأنما في مرحلة جمع وترتيب أوراق والورقة المهمة الآن يعني خلال المستقبل المنظوري شرق المتوسط وقضية الغاز وتركيا تركيا اليوم تركيا يراد إضعاف وتقليم أظافرها في المنطقة بشكل عام والوجود والتأثير التركي في ليبيا ليس بسيط وهذا الكلام أغضب يعني بدءا من الأمريكان وانتهاء طبعا بالإسرائيل الذين وجدوا فجأة بأنه تركيا موجودة في كل مكان شمالا وجنوبا فقضية يعني الجمع أو الإتيان بليبيا إلى صف التطبيع أنا باعتقاد هو يضرب عدة عصافير بحجر واحد أولا هو يضغط على تركيا من ناحية أنه يقلل من المؤيدين له في مفاوضات شرق المتوسط والأمر الآخر أيضا هو يفتح المجال للتحركات التي تجري إما في واسط أفريق في الانقلابات المتسلسلة والحرب في السودان وما شابه كل هذا يعني هو أيضا يراد كلام صحيح وتؤيده فكرة أن تركيا استأجرت ميناء من ليبيا اسمه ميناء الخمس نعم الخمس مدينة يعني معتبرة شرق طرابلس وتركيا ظهر أنها عرضت مشروع أنها تستخدم الميناء هذا مقابل يعني إيجار معين فالحكومة وفقت ولكن ظهرت يعني مظاهرات ضد بس توريك التقلب ضد الاتفاق مع تركيا ضد الاتفاق مع تركيا وتوريك هذه التناقضات الموجودة في داخل التركيبة الليبية شعبيا يعني من هنا تعارض أمريكا من هنا تعارض تركيا ومن هنا تعارض اسرائيل يعني بس هذا طبيعي بس هذا طبيعي أنه الشعوب الشعوب كلها عندها استقطابات وعندها اختلافات مبنية مبنية إما على مش عفوية ما بتكونش مظاهرات عفوية لا مش عفوية مش عفوية أبدا لأنه البشر مختلفون أصلا بناء على انتماءاتهم البدائية أو الفرعية يعني اللي هي القبلية أو العشائرية ليش بدو يطلع ليش بدو يطلع احتجاج عفوي في طرابلس ضد تركيا مش منطقي لأنه في جهة سياسية أو جهات سياسية بتخول للناس الناس في الآخر اللي هو بسموه الرأي العام المنقاد الرأي العام هو يقاد من قبل بين قوسين النخب مما في ذلك السياسيين والإعلاميين فهو عندما يوجه القصاء بالإعلام إنه والله هذا ضد مصلحة بلدنا هذا احتلال هذا كذا بيصير يعني زي مثلا حتى في الدول الديمقراطية الناجزة إنه بيصير فيه خطاب إعلامي بيحول المزاج الشعبي أنا أتطور إنه أكيد فيه فرق بين تظاهرة احتجاجية ضد اتفاق مع تركيا في ليبيا والتظاهرات اللي طلعت ضد المنقوش التقييم هناك فيه تيارات سياسية هناك فيه تيارات سياسية بريك أنه فيه انقسامات في داخل الشعب الليبي آه بس انقسامات عميقة جدا صحيح ولكن طبيعي أنا برأيي والانقسامات الآن على المستوى العالمي يعني على المستوى العالمي هي قضية السوشيال ميديا أعطت وضخمت الانقسامات التي كانت معروفة في المجتمعات طبعا كلما كان المجتمع عنده أدوات التعبير كلما كان الموضوع خفيف وإن كان شفناها الولايات المتحدة فيها أدوات التعبير هائلة لكن وصلت الأمور إلى حالة انقلاب على في 6 يناير 2021 يعني على كل ما يسمونه الديمقراطية الأمريكية في ليبيا الاستقطابات موجودة طبعا اللي طرحه أبو ناجي هو أنه يستغرب أن ترابلوس واللي تركيا لعب الدور كبير جدا في حمايتها ولولاه لكانت فاغنر ولا تزال ولولاه لكانت فاغنر تحكم ترابلوس يعني هم اللي أوقفون في ترهونة وحتى في جنوب ترابلوس بالمناسبة يستغرب ذلك لا حتى ترابلوس في انقسامات لا بس هذا بيخليني أنا أشك بأن مثل هذه التظاهرات مفتعلة فيها نوع من الدفع في تجيش طبعا في تجيش بالمناسبة أنا الحقيقة أرجع إلى نموذج قبل بضعة سنوات كانت بعض المظاهرات في العراق وقامت بحرق واحدة من السفارات الأجنبية وكذا وكذا وأذكر وقتها أنه إحدى القنوات الفضائية كانت تسأل الناس وكثير من من قابلتهم كانوا لا يعرفون هم ليش موجود يعني ما كانوا عارفين أنتوا ليش موجودين والله يعني لأنه في فساد طيب بينما هو الشعار مثلا مختلف تماما ليش أنت طالع والله إحنا نطالب مثلا بحقوق المواطن يعني كلام فاضي لازم ما ننسى في عامل مهم جدا في شوارع البلاد اللي هي مثل ليبيا مثل عراق مثل وهي قضية عامل الكبت اللي هو بس مجرد هو رايد متنفس فإذا شاف هوسة ونازة تحرق وده تدمر يقول لك يا أخي ما هو هذا النظام أصلا دمرنا وحياتنا كلها انقلب الجحيم فيخرج وهو لا يدري حقيقة يعني لا نظن أنه والله مثلا من العشر تالاف أو الخمسين ألف اللي طلعوا كلهم والله مثلا هم يعرفون لماذا وإيش الهدف وكذا في كافة الحوال بالمناسبة حتى في موضوع هذا لقاء المنقوش بالوزير الكهي الإسرائيلي جزء قد لا يعرف جزء يعرف وجزء قد لا يعرف لكن أنا أريد أن أصل إلى ثلاث نقاط في الموضوع لقاء المنقوش مع وزير الخارج أولا المعارضة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي شن هجوما عنيفا على هذا وزير الخارجية واعتبر أنه استخدم هذا لمصالح خاصة وأنه فضح أصدقاء أو ما يمكن أن يكونوا أصدقاء الأمر الثاني أن السفير الأمريكي في إسرائيل استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي وهذه السفير استدعى السفير الأمريكي استدعى وزير الخارجية وهذه أنا قلت هذه غير معقول حتى كنت شككت في الخبر لكن تأكدت منهم بعد بالفعل السفير الأمريكي استدعى وزير الخارجية والتقاه ووبخه لأن إدارة بايدن في الخطة الاستراتيجية العامة التطبيع هو مصلحة أمريكية قبل أن يكون مصلحة إسرائيلية التطبيع إسرائيل هي جزء دولة وظيفية للولايات المتحدة وتخدم وتجيرها الولايات المتحدة في خدمة مجموعة أهداف الموضوع ما هو فقط كما ننظر أحيانا أن الصهيونية العالمية استطاعت اختراق الولايات المتحدة هذا جزء صحيح ولذلك عناية بايدن شخصيا بملف السعودية إسرائيل وقال لو لما تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها في أول ما خطأ على مطار تل أبيب قبل سنتين تقريبا إذن في الحقيقة أن الولايات المتحدة زعجت بشدة دبيبة لماذا مضى؟ لأنه ميكافيلي ولأنه ليس لديه شعبية ولا يأتي بانتخابات إنما جاءته ما يسمى بالأمم المتحدة كذلك الوضع في شرق ليبيا كذلك الوضع تقريبا في كل ليبيا للأسف بمعنى أنها ثورة الشعب الليبي ونتيجة للتصحر الهائل ثم للتدخل الذي قبل به كثير من الليبيين تدخل ما بعد إسقاط القذافي وليس حتى قبل قبل قد نتفهم ذلك القذافي كان يريد أن يذبح الشعب الليبي لكن بعد ذلك أصبح استدعاء الخارج هو الأصل في الأشياء أصبح بالنسبة لهم يقال لهم إذا أردت رضا أمريكا يعني كانت تبر عبر تل أبيب أسيري تفضل لا بس معلومة جديدة بس بقول أن بريطانيا أخيرا حوالي ثلاثة أيام عينت سفير جديد صحيح لليبيا في بريطانيا في ليبيا في طرابلس وهذا السفير لو تقرى مثلا السي في تبع أو السياداتية يعني عنده خبرة خبرة عميقة مناطق النزاع ومناطق الإشكال والقلق يعني أنه تقلب على جميع المناصب في دول مثل أفغانستان مثل أظننا إيران مثل الدول الأخرى فيأتي الآن إلى ليبيا ويتكلم اللغة العربية نعم ويتكلم اللغة العربية والآن حيأتي إلى ليبيا وهو إنسان يعني يفهم كل فهل ربما نرى أن بريطانيا قد تكون لها دور أكثر أهمية بريطانيا وأمريكا أدوارهما متكاملان صحيح صحيح في معظم القضايا نعم وعبر قريباً الخمسين عاماً الماضية أو ربما أكثر منذ الحرب العالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بيلعبوا السياسة مع بعض نعم فيه بس إشارة للغضب الأمريكي أحد الأسباب اللي تفضلت فيها أنه التطبيع هو مصلحة أمريكية لكن أيضاً هناك سبب آخر قالوا بأن هذا سيسبب مشاكل أمنية للمصالح الأمريكية في ليبيا هناك نقطتان أظن تجدر الإشارة لهم في هذا الموضوع النقطة الأولى هو لماذا ثار الناس أو تحرك الشعب الليبي يعني برأيي بأنه هذا يثبت بأنه الشعب العربي جميعاً عموماً طبعاً بكافة تنوعات الأمازيغية ولأقصد شعوب المنطقة هذه الموضوع الفلسطيني لديه حضور وبوصلة الناس فيه واضحة ولكن عندما تتاح الحرية الناس يعبروا عن رأيهم يعني لو حصل هذا الأمر في أي دولة أخرى في المنطقة وفيها شوية حرية الناس سوف تخرج ما يحدث الآن من صمت هو بسبب عدم وجود حرية الأمر الآخر سبب البطس والقمع واسكات الأصوات بشكل كامل الأمر الآخر هو أنه بكل أسف كل دولة في المنطقة تشعر أنها في أزمة تنطلق إلى أو تتوجه وتهرول إلى دولة الاحتلال مع أنه وهذا طبيعي في الدول الغير التي لا تمتلك شرعية مع أنه الأصل أن الناس أو الدول عندما تتعرض لأزمات خارجية أن تتجه للداخل ما يحدث في منطقتنا بسبب عدم وجود شرعية لمعظم الأنظمة والحكومات أنها تتجه للخارج والعنوان الخارج هو دولة بس بالإضافة لذلك فرار هي عامل حتى نعيشه يوميا وهو العامل الذي دخل على الخط منذ أوسلو السلطة الفلسطينية اللي هي نتاج أوسلو يعني جعلت المحرم مباحا كثير من الناس الآن في قرارة أنفسهم وفي العلن إذا احتاجوا إلى التبرير يحتجون بأن الفلسطينيين يطبعون هم تقدموا وهم عملوا صلح مع فلماذا نمنع الخير عن أنفسنا وهم يتحججون بأن ما يفعلونه إنما يفعلونه من أجل مصلحة بلادهم فلماذا تريد أن تحجب عنا مصلحة بينما الفلسطينيون هرولوا نعم 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 يا ليتها كانت تطبيع فقط يا ليتو كانت تطبيع فقط والسلطة الفلسطينية تحولت إلى ميليشيا طبعا جهاز أمني إسرائيل جهاز أمني إسرائيلي وطبعا الرأي اللي أحيانا يرد على هذا يقولك تريدون أن نكون ملكيون أكثر من الملك انظر إلى الفلسطينيين طبعا هنا لا يقول لنا أن في الحقيقة هؤلاء هم ليس المعنى الحقيقي للفلسطينيين ليس الرأي العام الفلسطيني ليس الشعب الفلسطيني إنما هو أقلية سيطرت على السلطة بشكل أو بآخر في حالة السلطة الفلسطينية أو سلطها إسرائيل وأمريكا وفرضت منطقها وفرضت سلوكياتها ليس الشعب الفلسطيني هو الذي خان القضية الفلسطينية إنما حكامه وهذا هو الوضع في كل الأنظمة العربية صحيح صحيح يعني إحنا عندنا دبيبة بتاعنا وعندنا المنقوش بتاعنا وإنتم عندكم محمود عباسي بتاعك وهكذا يعني مع أن دبيبة ليس هو الأسوأ في ليبيا بالمناسبة يعني دبيبة ليس هو الأسوأ في ليبيا يعني حفتر ومن حوله أبشع بكثير بس يقال إنه المنقوش هذه هي من جماعة حفتر مش عارف إلى أي مدى لا هي ليست من جماعة حفتر ولكنها في فترة من الفترات أيدت حفتر وأشادت به وأنه سخص يعني عنده قوة وعنده وطنية يعني من له شيء ظهرت بكلام من هذا النوع والناس استغربت يعني أنت شين دخلك أنت فيه تقولي الكلام هذا على حفتر والله بالمناسبة إيش قصة المجلس الأعلى قصة خالد مشري يعني لما إيش الحركة اللي صارت يعني الصراع القائم صراع هو على السلطة على السلطة وخالد دبيبيسي كما أنه الذي جاء هو على نفسه هو الآن دبيبي يعتبر محور أساسي في السياسة الليبية مع الأسف يعني برغم من من أقوله ونحن الآن عنا لكنه هو الورقة المتاعها الكاسبانة الكاسبانة لأنه معه المجتمع الدولي لأنه معه المجتمع الدولي وعنده فلوس يشتري في ضمائر الناس يعني فيه فيه عملية ابتزاز وفيه عملية الشراء للضمائر يعني بشكل كبير تذكر في الحج السنة